أطلقت وزيرة التعاون الدولي راني المرشاط مع كلية لندن للاقتصاد كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي وتمويل الإنمائي في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم جذير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي قد عرضت على رئيس السيسي الأسبوع الماضي جهود توثيق تجربة مصر كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية من خلال إطلاق الكتاب بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كتاب اللي أطلقناه النهاردة بنوثق هذه المبادئ بنبين إزاي الجزء النظر اللي كان المجتمع الدولي بيكلم عليه دايما لازم الشركاء التنمية يهتموا بالتنصيق ما بينهم لازم يبقى فيه دايما الدولة هي اللي بتقود فكرة التمويلات إنمائية إحنا هنا بنبين بشكل عملي إيه اللي قامت بجمهورية مصر العربية لتطبيق هذه المفاهيم على الأرض ليس بس ليست فقط مفاهيم نظرية الحاجة التانية إنه أطلقنا هذا الكتاب من كولية لندن للاقتصاد وهي من أعرق الكليات وكان معانا دكتورة مينوش شفيق وكان معانا دكتورة كارمن راينهارت اللي هي الاقتصادي الأول من البنك الدولي فكلها كان حضور دولي مهم جدا لإظهار هذه التجربة اشتركوا في القناة